أهلا بكم مشاهدين في برنامج هنا بيروت في هذه الحلقة مع ضيف أهلا وسهلا فيك السيد سيمو أبو فاضل رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين أهلا وسهلا فيك طبعا أهم عنوان يمكننا اليوم الكل اللي عم يحكي فيه هو زيارة رئيس التعير وطني الحر جبران باسيل إلى باريس وموعده غدا الأربعاء مع رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مش هالضبابة بس يبدو حراك فرنسي من نوع ما المصادر تقول بأنه مصادر تحر تحديدا تقول بأنه الوزير باسيل ليس بحاجة لوساطة من أحد لكي يذهب إلى فرنسا بالمقابل في مصادر أخرى تقول بأنه هذه الزيارة ستحصل بوساطة من اللواء عباس براهيم ومبادرة من اللواء عباس براهيم لحل حالة مسألة العقد الحكومية بدأ سمع يعني شو في معلومات شو المعلومات الأخيرة عن هذه الزيارة أول شي تحية لألي وكل المشاهدين الزيارة مش مستغرب تصير يعني اليوم أنه فرنسا تستقبل رئيس حزب لبناني أعمل طبيعي يعني ما أنه مستحيل ما أنه مستغرب إلا أنه هو طبيعة الزيارة شو بدأ تكون يعني الفكرة الأساسية اللي هي بدأت أنه اللواء عباس براهيم بي علاقته مع العيادة الفرنسية نحكى أنه طرح فكرة أنه جاءوا وشوفوا المسؤولين اللبنانيين لتحفيز الوضع اللبناني ربما بتشوفون هون ربما حدا بيتحرك من قبلكم كما كان يصير دائما اليوم صار في كلام حول هذا الموضوع الفكرة عم تنطرحين كما أقوله مشروع فكرة مشروع عنون انطرحت هلا تقدم الموضوع أنه نائب جبران بيسيل هو رايح على فرنسا وضغرا عمليت أنه رايح هو يشوف الرئيس الفرنسا لحظة انطرحت أي فكرة انطرحت انطرحت فكرة أنه أن يلتقي الفرنسيين مع مجموعة من الابنانيين فكرة نقاش أنه انطرحت أنه ربما هذه القطوة بتعجل شوي بعض الأشخاص اللي عندهم نوع من الاعتراضات اللي بيعتبروا أنه في دور سياسي عم ينضرب عم يتطوى أنه نحن وين؟ هيدا الموضوع اللي هو حتى منحكى مع غير ناس انطرحت الفرنسيين بطريقة عفوية من مش عفوية بطريقة طبيعية من ضمن أنه الحركة بتصير أنه فرنسا أم تلعب دور إجا رئيسة مرتين على لبنان انطرحت كفكرة يعني بعد مشروع فكرة هون نحكى عن أسماء كيف طلع اسم نائب باسيل أنه دغري عملوه على اللقاء مع رئيس الجمهورية هون الموضوع اللي أدى إلى يعني تبين أنه الموضوع مش رحي مش مستاير مش وصل لنتيجة ليش؟ لا شو يعني مش وصل لنتيجة مش وصل لنتيجة للقاء يعني يعني؟ للقاء يعني يعني ما في لقاء بين باسيل ورئيس مكروم ما في معين أي من الإدارة الفرنسية مش معناته ممنوع يشوفهم أو ما بدون يشوفوهم عم بتقول حضرتك حتى الساعة ما في تأكيد أنه في لقاء بين رئيس التيروطني حجوم رام باسيل وحدة من الإدارة الفرنسية ليه؟ أولا بالحركة العادية فيه حدا عم ينقل بجهات النظر في السفير موجود هون السفير موجود هون شايفت حتى الرئيس ميشيل عون من مدة عم تشوف غير الشخصيات شايفت شخصيات حتى تاني يعني السفير أنه عم يحرك يعني الدبلوماسية الفرنسية عم تحرك على الساحة اللبنانية الوئي إبراهيم عم بيشوفهم عم بتوصل معهم هن عم بتوصلوا فيه ناس منهم بيتوصلوا من خارج الأعلام العملية فيها نوع من التواصل الزيارة لا ما بدأت سير زيارة مع رئيس الفرنسي إلى معايير مش بس فلتوكولية حتى سياسية يعني إذا فيه بين البلد بين لبنان وبين فرنسا مواضيع أمنية اللي هو عباس إبراهيم هو عم يتعاطر فيها حتى عم يتعاطر مع مواضيع العلاقة بين نيويورك بين واشنطن وبين المنطقة ككل يعني هذا الموضوع الأمن يعني هي والموضوع السياسي بدي يكون فيه أجوندا بدي يكون يعني فيه برنامج وبدي يكون فيه مستاج واضح عند الابداعية الفرنسيين إذا رايح يشوف رئيس الفرنسي يعني بدي يكون رايح مفرد من رئيس دولة مش أنت قائصة من النائب بيسي بدي يكون رايح كرئيس دولة بمساج خاص لما يقل له في هذا الموضوع يمكن somewhere يقول له نحن عنا معطيات أنه في حدا بده يفجر هالموضوع يعمل يفجر السفارة يقتل حدا يكون رايح بشي فوقه العادي هونيكي كمان بده ينقل المساج للحل الدي أو في دول بده تعرف شو عم بصير ما فيه روح لعنده تيقلوا سيبا مواصل وي أنو سيبا مواصل وي سيبا مواصل وي سيبا ملعمل هايك باللبنان هون ما بيقطعوا مع رئيس فرنسا طيب لحدتان الموضوع يعني مش رايح بمساج رئاسي والرئيس الفرنسي للنوضوع اللبناني فيه الدوائر الدبلوماسية اللي عم تتعطفي فيه برنار أمي فيه وزير الخارجية هذا النوضوع مش مطلوب عم بحكيك أنا بناء لمعطيات فرنسية أنا مسؤول عنها أنه منع عملية أنه رفض استقبال بسير ما فيه زيارة قائمة وفي أي معايير لا زيارة قائمة لبسير وفي أي معايير حتى لتشكيل الحكومة لأنه كمان كان فيه معلومات مشرت عن أنه الباب بالإلزام مفتوح للوزير بسير شرط أن يكون معه الحل الحكومي أنه بدك تجي أهلا وسهلا فيك بس تعمعك الحل الحكومي وإلا أنه ما فيه لزوم للزيارة الفرنسيين عم يعتبروا جميع أخطأ وسمعنا هديك الجمعة يعني يوم التنين الماضي وزير الخارجية كيف حمل المسؤولين لبنانين كلهم مسؤولية ما فيه استثناء لحد ما يعتبرين كلهم مسؤولية مش بس أنت بدك تجيب معك الحكومة ما فيه يخذوا الحكومة وحده بنتيجة منه هو البلد وحده نحن عم نحكي أنه أنه جربوا وبعضهم بجربوا شفنا كيف حكي مع رئيس الجمهورية وزير الخارجي وحكي مع رئيس مجلس النواب وحكي مع رئيس الحريرة ونحكي أنه كان كلام محد وقاسي وأنه أنتوا قدام مسؤوليات ونحكي قبل عن عقوبات ما بعرف أنه أنواع عمالية منع سفر صحب جنسيات وضعها يعني فتح حسابات وكشف حساباتهم نعمل كثير بس مش قصة أنه وقفة على بسيط نكون واضحين ما أنه وقفة على حضر هنه اليوم بيعتبروا الجميع معرخلين يمكن بنسب معينة بس بيعتبروا أنه جميع معرخلين بتشكيل الحكومة ولا شك أنه يعني الفريق اللبناني ما تجاوب معهم مشان هيك اليوم ما أنهم فتحين باب قدام حضر على حساب حضر طب إمكانية لقاء الوزير بسيل برئيس الحكومة المكلف في الأليزة يعني كمان في حديث عن أنه باب الأليزة مفتوح وفي طرح طرحه اللواء عباس إبراهيم في الأليزة بأنه تعود تنجمع بسيل بالحريرة هونيك مع ماكرون لحتى يحلوا مسألة الحكومة سوا أولاً بدي أديك شغلتين أنا هذي فيه كلام سمعته اليوم ما بدي يكون من هود الناس كلم فرنسي ما بدي أقول لي كيه أنه بقلي وقالولي بقلي أحدهم أنه لو فيه مؤتمر دعين لأله بباريز وعم من عقاد لموضوع لبنان مثل السالسان كلو مثلاً أنه ممكن رئيس الفرنسي يستدعي يقعد مع حدا يوم ما فيه أي فكرة بتقول أنه فيه حدا لبناني رايح على باريز مش مطروحة الشغلة الثانية ما بعرف إذا رئيس الحكومة المكلف بيقبل بهذا الدور بعد أن بيصير حتى مع رئيس الجمهورية يعني رئيس المكلف عم بقول أنا عندي حقوق وعندي صلاحيات وعندي معايير هل أنه بيقبل هل رئيس الجمهورية بيقبل أنه تتشكل الحكومة بهذا الطريقة أنا بعتقد هذه كلها مش مطروحة مش بعتقد أنا بيزم تما أقول مش تفكير بيزم ما في شي منها هالأفكار هاي دي أفكار تطبيئية أفكار تطبيئية بس ما في منها أبدا شي عم تقول أنه زيارة أي مسؤول لبناني لبريس هذه في هذه الأسناء عم تجزم مشوير تحت أي عنوان تحت أي عنوان ولا حتى العنوان الحكومية ولا عنوان غير عنوان الحكومية عقوبة ما بلا في عقوبة أوروبية هاي دي ما فيها زيارة هاي دي فيها إجراءات لأنه هي عملية عملية كمان منهم من ربط بس منهم من ربط الزيارة أيضا بالعقوبة أنه تلقى بوزير بيسيل نصيحة بأنه في عقوبات وحضرتك على رأس هذه اللائحة مثلك مثل غيرك أكيد وأنه تع على فرنسا لنشوف شو فينا نعمل تشرح للفرنسيين وجهة نظره وجهة نظرك وإلى آخره لا لا مش هكا هيدي مش مثل زمن السوري طلعها على سوريا وطلعها على عنجها في مؤسسات في دولة في خارجية في أمن ما بيقدر يعملك بالموضوع الشخصي بيقدر رئيس الفرنسي يقول له اتمشى أنا ويك بيشونسي وناخد قهوة بالموضوع الشخصي بالموضوع الرسمي في معايير في مؤسسات في دوائر يعني مش أنه العملية أنه عملية هيك استنسابية الفكرة انطرحت وحدة كيف انطرحت أنه ربما بس كيف أنه بعدين تم تظهير الموضوع تير بعيد عن أنه الترجمة والتنفيذ ما في زيارة أنا أنه بزم على هالأساس أنه ما فيه أي زيارة تنقول زيارة سرية لا منا هيك ما فيه زيارة أمنية ما فيه زيارة حملة أي مساج وهذا مش يعني وهذه ما تقوله حضرتك هلأ معلومات من الدوائر الفرنسية معلومات خلص ديبلوماسية أنا واسق منها من ناطب اسم حدا أنا صحافة بس لا أقصد أنه معلومات ديبلوماسية فرنسية معلومات فرنسية أنا عم قلكها شو عم يعملوا هلأ الفرنسيين من مسألة تشكيل الحكومة لأنه اليوم يبدو أنه حكيوا عن عقوبات وزير الخرجية الفرنسي كمان باشمع وزارة الخرجية الأوروبيين ببركسل علت دوز ودعا إلى إذا بدك إحكام يعني الضغط على المسؤولين اللبنانيين تشكيل حكومة ولوحوا بعقوبات أوروبية هلأ وين صارت وين صاروا الأوروبيين من هذه العقوبات فرنسيين منهم صيضميين منهم أمريكا نعمل اجتماع خمس ستة أدار أنا كنت عندكم هون الثاني يوم في اجتماع بس ما قلت وين كان برزارة الدفاع بين وفد أمريكي وفد فرنسي مع مئة وآخرين كان الأمريكي بسياء وضع عقوبات ويكون حد كان فرنسي أطرق فرنسي منهم صيضمي شفت اليوم لو موضوع صار بموضوع الكاميرات بجنوب أنا عم بحطوا كاميرات واعترضوا الأهالي لو صار مع الفرنسيين ووقفوا قدام شيئاليتان كانت شفت إجا وزير الدفاع أو وزير الخرجية كتير بخافوا على مصالحهم وعلى وضعهم بالجنوب ما بدهم صيضم مع أي فريق لبناني يعني الفرنسيين منهم راحين على مواجهة مشان هيك بحاولوا دايما يعني يلعبوا أدوار يربحوا فيها مثل أكل ديفون أنه بربح فيها مع السناء الشيعي ومع الرئيس الحرير ومع الرئيس عون يربحوا من الجميع بهذا ما بتصير هذا هن هيك فكرون يعملوا من هيك أنه دور الفرنسي ما بتترجم لأنه يعني كمان فيه واقع بده أقوله منه كتير حلو أنه أيام السوريين كان يحكب لهجة مختلفة مع القوى السياسية الفرنسي لا حضارة بحكي أنه بينصحهم الشباب أقوى من هيك يعني قادرين يصندوا يعني قادرين يتحملوا الضغط لأنه في مصالحهم في أموالهم ما في عقوبات ما في عقوبات يعني ما في تلويح بالعقوبات أكان على مستوى مكافحة الفساد أو يعني بتهم فساد أو على مستوى حقوق إنسان ما في ملفات ستفتح لشخصيات لبنانية مجهزة ملفات من بانك المدينة لبونك أموال إجوا من العراق لو مر مر ستمائة ملون دولار إجوا فيتو وقت عالدولة بدون من فوتו على الخزينة صرفو يعني في كثير بواب عندهم موجودة بس ما في بعض الاتحاد الأوروبي ككل منهم مندفعين الأمريكيين بموضوع العقوبات يعني حاطين ليستة إنه أي ساعة منطباقة ما بيعرفوا طيب كان في حديث وما زال إنه هذا الأسبوع المقبل علينا والأسبوع اللي جاي يعني عندنا أسبوعين حاسمين يا أما سنذهب إلى الاتفاق على تشكيل حكومة الأربع وعشرين يا أما نفق وعلى أساس أنه لا أحد من الأوروبيين يريد انهيار لبنان وعلى أساس حتى لو كان لبنان آخر الاهتمامات الأمريكية إلا أنه الصفيرة الأمريكية عم بتجول باللبنان وعم بتزور بعض المواقع وكأنها مهتمة جدا للوضع اللبناني بشكل أنه بيود رسالة للبنانيين أنه ممنوع الانهيار كيف؟ أنه هن بيقصوا بيحكوا مع المسؤولين اللبنانيين وسمعوهم إذا بقلك في كلام تسمعيه مدام عن توصيفهم للمسؤولين اللبنانيين بتستغربي يعني أنه كيف بيحكوا عنهم هيك أنه شو هالمافيا شو هالحرامية كيف قادرين نسقين وكيف صندين بس هذا شيء شو بغيير؟ أنه هن بيعتبروا بيعتبروا أنه بيقولوا لك نحنا مثل خورة اللي بيجي لعنه شخص بيعترف مثلا بديننا المسيح بيقولوا أنا هتنقول أتلت أو سرات بيقولوا عند الشرطة يعني عمول للبسوه ما فيه روح يخبر عنه أنه هن أشعين حساباتهم أملكهم أولادهم شو عندهم بنيسوا بيكانوا بفرنسا ومصالحهم وأمريهم بيعتبروا أنه فيه آلية أنه هذا الآلية حتيجي من باب العقوبات بس هني بيقولوا لهم ما حدا بدون أمريكي عمل العقوبات بدوا يعملها باقي بسابقا هيدا عم تنعمل على الاتحاد الأوروبي بيعتبروها بتصعج أكتر بعض الاتحاد الأوروبي بلش يعني يقتنع فيها بلش يقتنع منه صدامة يعني الاتحاد الأوروبي منه صدامة مثل أمريكان الأمريكان ما عنده مشكل بيقصفوا بيقتل سليمان بيحطوا عقوبات على أربة خمس وصرة يعني بمواقع أساسية غير طبيعة معروفة أنه أمريكا وخاصة أيام ما كانت ترمب كانت بحالة صدامية اليوم تحدي أوروبا عم تركب عنده فكرة بقول لأ خلينا بعضهم ضايعين أنه ممكن تركب الحكومة بتأذن قصة البيضاء والتجاج يمكن تركب الحكومة بل ما نحط عقوبات ننطر شوي بعد ما سكرت معهم تيوصلوا يحطوا عقوبات بطريقة يعني ومعتبرين أنه قال عقوبات أنه كمان ممكن تشنج الوضع فيه محل أنعم معتبرين أنه ممكن تشنج الوضع إذا عملت خاصة إذا بتنحط على ناس صف أول أو تنحط بكمية لأنه هالمرة كان قبل ينحط على فلان قول لاش مش على فلان يعني نحطت على هالمرة بتنحط على كمية عالم بدأ يمكن تعمل إدخباط بالراضع السياسي مين رؤسة الأحزاب رؤسة أحزاب وناس صف أول ما في هالمرة يعني تكونوا معتبرين أنه هن يعني عملوا بصولنا بالرعية بس مش على أساس الرئيس بر اليوم هو يعني يعمل على مبادرته بصمت ولكن بشكل كثيف بأنه هو عم بيسابق مسألة العقوبات الأوروكية هو تليفون فرنسي حفزوا كان عم يتفرج الرئيس بر نعم كان عم يتفرج أنه عملوا أنتو البلد كونية أنا بدي أتفرج طالما أنتو معتبرين حالكم هجمين علينا هذا فورنسيك أودر طبعا البلد بدوا وضع بدوا حكومي بس أنتو أبعوا شوككم بإيدكم تحرك أنه العهد يأبع شوككم بإيدكم حلا أنتو سعد الحريرة لما صار فيه اتصال الفرنسي رجع على التوقيت نعم تحرك الرئيس بر اليوم بلق بالمبادرة أنه من 21 وفي ثلاثة بيكون واحد مثلاً يعني يعني أنتو ما يكلموا يعني التلت المعطل أنه 21 مع ثلاثة بيعملوا 24 بلش بس كمان بعدها مش مش توية هون السؤال هون بنرجع من واحد ساعتها بنقول في فيينا في حسابات الشخصية في حساباتها الإقليمية هل حزب الله اليوم هو إذا بده قال له إنحان الوقت وبده إنهي الحكومة اليوم بتنتهي أنا بعتبر أنه إذا أراد كمان حزب الله ينهي الحكومة بإنهيها بس اليوم حزب الله الوقت الأساسي عنده أنه بعد كل اللي عملته إيران تجاهه يعني من تعزيز دور والتقوية النفوذ اليوم هو بده يشكل لعب أساسي لصالح إيران لن ينفذ أي إيجابيات للحزب اليوم إلا ما يجي الضوء الأخضر من إيران هون ساعتها تنحل بين الباقين يعني عم تقول حضرتك أنه المشكلة الحقيقية بالحكومة هي ما مش بين الوزير باسيل وسعد الحريري بينما هي عند الموقف طبع حزب الله كيف صارت عدة مرات كانت تصيرها؟ هكذا كانت تصير آخر شي يعني مثل الانتخابات الرئاسية مثل كثير ملفات تصير بس يحفن فيها السنائة تنتهي اليوم مصادر التيار تقول أن حكومة الأربع وعشرين لا يوجد مشكلة لا بل نحن التي طرحناها من الأساس عندما طرح الرئيس سعد الحريري بداية حكومة 18 قال وقتها جبران باسيل والرئيس بيشالعون أن حكومة 18 لا تمشي في لبنان تمشي حكومة 22 أو 24 وعلى أساس هذه خطوة إلى الأمام لتشكيل الحكومة اليوم ما هي المعويقات أمام تشكيل الحكومة اتفقوا على ثلاثة ثمانات اتفقوا على ثمانة على ستة زائد أرمني زائد تشناك زائد أرسلين شو هي بعد إذا بدك العوائق أمام تشكيل الحكومة خلال لك ما دام أن هذه النظريات أن حكومة 20 ما تمشي و24 تمشي و30 ما ماشي بالبلد حكومة من 4 من 14 ومن 18 ومن 24 ومن 30 هذه كلام ما في معيار ما أنه موضوع دستوري إذا نعمل هذا المعيار بلين وعشر بلد نحن اليوم قدام كارثة بالبلد وزير الداخلية نعلم اليوم من بكركة الأمن باللبنان الأمن الاجتماع وكل الأمل اليوم نقرأ بأحد الأعلام الأجنبة عن الأهرامات أنه كل يوم تنزل 2 ميلي يعني رحينا على كارثة ما تبقى من الانفجار هذا الأهرامات الأمح عم نشوف أهراءات الأمح عم نشوف وضع المصارف كيف صارت بأي دمار عم نشوف القضاء وشو عم بيصير فيه ما في معايير يعني البلد كله سوى مضروب نحكو بحكومة إذا 18 أو 20 هذا الكلام هو تسجيل نقاط ما موجوعين ما عارفين جعاني الناس عم تسرق عم تكون من نفريات هذا اللي صار اليوم من هناك أنا عم أليك مستغرب كيف بهذا النوع من تفكرك البلد بعد في ناس بيقولوا لك أن الحكومة إذا كان 18 أو 24 هي موضوع ثقة هي بين الرئيس الجمهوري وبين الرئيس المكلف في حدود الدستور اللي هي مش واضحة يعني في دور أساسي لرئيس الحكومة في دور لرئيس المهوري مين بحدد اليوم الرئيس المهوري إليه حق يعطي رأيه بس هذا الرأي إدياش حدوده ما حدا بيعرف ليش لأنه يعني تعتقد أنه بس هو رأي يعني يعطيه الرئيس أو هو يشارك معنى المشاركة حتى رئيس الحكومة إذا بتقول عنده حق هو التأليف إدياش الحدود ما في حدود هي متبطة على السقه والتفاهم على كيفية يعني إنقاذ البلد اليوم ما في سقه بالعلاقة بيناتهم هذا نعم قوله يعني ما عم نحكي بمحبة هل تعتقد أنه الرئيس الحريري هو يعني جاهز لتشكيل حكومة أكيد هو جاهز لتشكيل حكومة ولا تشكيل حكومة من دونه إي بس جاهز لتشكيل حكومة لأنه كمان في اتهامات حوله أنه اليوم سعودية غير راضية عنه وأنه يخاف من تشكيل هذه الحكومة وأنه عنده معوقات عديدة وأنه بعد ما حكي مع حزب الله حول الأسماء وبعد ما حكي مع المرادة حول الأسماء ولا الأومي السوري حول الأسماء ولا يعني ما حكي إلا مع الرئيس بره وبالتالي المشكل مش بس بين الرئيس الحريري والتيار وطني حر ورئيس الجمهورية إنما أيضا الأسماء التي وضعها على أساس أنها للقوة السياسية الأخرى هو مش من السق معه خلالي المشكل بعد اللي حكي وزير خارجي السعودي لم يعد مع الرئيس سعر الحريري قال القوة السياسية كلها سوى مسؤولة يعني قبل كانوا يطلبوا من الرئيس الحريري إنه هو يمكن يكون رأس حربة بهذا النوع وهني براهنوا علىه بس اليوم كان فيه كلام واضح من وزير خارجية إنه وهو الكلام اللي يعني بقوله السفير البخاري بالعلن وبالمجالس من هون اليوم المشكلة هي من نمع يعني مع شخص واحد هلأ الموضوع بين السعودي وبين رئيس حريري حميل أوجه ولازم يتعالج إلى مصلحة اثنان وهي دولة كبيرة هي اللي فيها تلعب هذا الدول الاحتضاني هذا موضوع بأنه هذا بتناقش يعني بيناتهم بس اليوم السعودي حعملي حطة الطاب عن كل قوة السياسية وقالت ما يقدم عليه حزب الله اليوم من أدوار تعطلية الغير مقبول وقالوا كل القوة السياسية على أن تكون يتصلح بالبلد يعني على كل القوة السياسية ما بقى مليوم حدا في يقول أنا ما قالي علاقة القصة بس عن سعد الحريرة وعند مشانعون يعني حزب الله بدول العبدال ما بقى عرش هو يعني رئيس باري بدول العبدال ما بقى عرش هو بقى عرش جنبلات القوات المردة الكتائب بمعنى في أدوار صارت على عاتق الجميع وقال ما فيه مساعدات للبنان لأنه اليوم تأتي السعودية تدفع أموال للبنان ويروح مننا جزء لأحزب الله ويستفيد مننا بوقت عم تنقصف السعودية بالطيارات هيدا بالمسيارات السعودية رفضه هيدا كان مواضح مش أنا عم قوله يعني في معادة لبلبنان بدها بدها إعادة نظر بروحوا على كيفية تنسيق خدافهم بالمنطقة بدك خط سياسة واضح للبلد هيك ما فيه نستمره لا مع السعودية لحظة لا مع الغار بس معادة جدا بالبلد على أي أسس يعني عم تقول حدثك أنه لا يمكن تشكيل حكومة بوجود حزب الله فيها لأن حكومة بوجود حزب الله لن تحصل على المساعدة طبعا وخاصة مثل ما نبين به هيمنة حزب الله يعني اليوم السيد حسنا نصر الله بيطلع بيحكي عن موضوع الحكومة بدي أقل لي شغلي أنه واضحة أنه في فريق سياسي وفي مشرف واضحة يعني مش عم بعطي صورة مجازية عم بعطي صورة وعية بس ما كمان اليوم حتى أنا بدي أقليك حتى كلنا سننا نعرف يعني كم ورأبين وما عم بيحتمي بحدا حتى التيار حتى الرئيس عون بمجالسه عم بقولي يا خي لا لازم تسهيل لأنا أعطيت كثير أنه أقومة وأعطيتها ووقفت معها بدي أقومة بجانب تسهيل حتى بموضوع تسهيل بشو حتى بموضوع الحصول على المقعد المالية للصناء الشيعي الرئيس عون كان معطرد كان أنه أنا بدي أقف معي وكان عندهم مشكل وحكوا مع حزب الله بموضوع أنه أنتم لم تسهلون حتى مع الرئيس بره ونحن دفعنا ثمن وبيسيل حتى عقوبات حتى هذا دور حزب الله حتى الحلفاء خروا عم بعينوا منه بس خطاب السيد نصر الله قبل الأخير كان خطاب عالي سقف جدا وطال كل القواسيسي باستثناء التيار وطن الحر ورئيس جمهورية ومن بعد كان فيه تغريدة اللي باسيل اعتبر فيها أنه هذا هو الخطاب المطلوب يعني بالعكس ثمن لا وزير خزيز سعودية أيده صح مش معيار هذا ثمن يقول أنه لا أنه اليوم حزب الله لا يضغط على حليفه للتناثر في مدر الحكوم تخبرك أنه بأول لقاء بأول لقاء قبل أن ينتخبوا العماد عون وقت الزهر هو الأستاذ باسيل قبل أن ينتخبوا بشي خمسة أيام وأنا عم بحكي معلومات بقل له للسيد حسن سيد حسن أنه مالية ستكون معكم يتمنى أن يكون في شخص قدير ما بده قول أكتر من هك ويكون شخص جيد قال له هذا الموضوع بتحكيه مع الآخر رفيقنا بيهبر وإيجا الأستاذ علي حسن خليل وكان عندهم إشكالية معه من وقته هو بيعتبر أنه بده حدا مش للرئيس الليبن المالية عم خبرك إياها الحزب قال له ما ريحه فيه من طلع يقوله هلأني غلط مش غلط عم بحكيكي كلام مش من عنده صادر من عند التيار اللي نحن طلبنا من السيد ما لبانا أكتر من هك هو عم بقوله مش أنا طب بس هلأ بتحكيه موضوع تشكيل الحكومة نحن اليوم هلأ كل الليبنانيين عم يسمعوا أنه في مبادرة وأنه يلا إن شاء الله بيتفقوا وأنه اتفقوا على الأربع وعشرين وأنه اتفقوا على ثلاثة اثمانات وأنه رئيس الجمهورية إذا بد كثار الأمور عنده ناضجة لذهاب إلى التسوية وأنه تنازل عن الثلث المعطل وأنه في البلد لا في حكومة هلأني ولا في بشي بالبلد مؤسسات كلها عم تنهار ما في شي بالبلد مبقى في مقومات تلك كان بعد فيك مؤسسة عم ينهار تلك قوى الأمنية ما في حكومة ما في حكومة ما في حكومة ما في هيدا المبادرة وقبل عيد الاستقلاد كان عم بقول عيدية اللبنانية عيد ميلاد هيدا عمل سياسي استراتيجي دولي للقوة عند حسابات كبيرة منين يعني يعني بين إيران يعني يعني عم تقول أن الفرنسي فرنسا بد حكومة بمواصفات واضحة صارت واضحة وين حزب الله مننا حزب الله عنده حكومة بمواصفاته إيران عندها حكومة عندها رأي بحكومة بمواصفات حزب الله بس في حديث أن الفرنسيين ما بقى يعني هن سلموا جذل بوجود حكومة فيها حزب الله وأنهن ما بهمون من موجود بالحكومة بقدر ما بيكون همون أنه يكونوا اختصاصيين يعني مش أنه منتميين إلى حزب الله بل اختصاصيين ولو كان سميهم حزب الله وأنه هذه الحكومة يكون عندها برنامج إصلاحي هذا ما يهم الفرنسيين في رهام فرنسي أنه الأمريكي بقول كان فيه بالحكومة لحزب الله ناس نحن ما كنا نتعطم مع الحكومة هذه فكرة موجودة بس اليوم كيف يعتبر تأثير حزب الله على الحكومة هذا الموضوع خاصة أنه اليوم خاصة أنه اليوم بعد أن بين الأمور أنه مش واضحة وحزب الله يعني هو يعطي رأيه بموضوع الحكومة بعد ما توضحت اليوم تشكيلة الحكومة تقول أنه إذا الفرنسي سيقبل فيها والأمريكي يقول لا الأمريكي الفرنسي مستعمل هلأ نية ألفاء يعني اهتمام الأمريكي بالوضع الاقتصادي الداخلي وحتى بابتعاد هذا بايدن عن المنطقة وإحتي التعاطم مع العنوين تيهتم بهذا الدور بس مش كان مع الفرنسي منه فعال يعني لا ما بيكسر ما حدا بيستهابه هيدا هم قلك ما حدا بيستهابه آه ما حدا يعني عم تقوله أنه حتى المبادرة الفرنسية سقطت أنه عملية أنه مساعة وتمنيات ومنزور هذا الشخص ومنزور هذا الشخص منقلهم أنه مصطح تكون أنه ينعمل هكي بس ما في شي عمل برح حسين أيوب يعني أستاذ حسين أيوب كتب أنه اليوم اهتمام فرنسا بلبنان لا يمكن أن يتوقف ومسعها لا يمكن أن يتوقف ليس فقط لأنه في مشاعر يعني تجاه لبنان لا بس لأنه في مصالح وأنه الطريق إلى سوريا تمر في لبنان وأنه اليوم في لبنان مرافق حيوية وأنه اليوم حتى لو تعثرت المبادرة الفرنسية لا في سعي لأنه انهياره أيضا هو بود يعني تتشضى أوروبا من انهياره أولا وثانيا في عندك أمن إسرائيل يعني كمان في مجموعة عوامل تدفع الأوروبيين وغير الأوروبيين إلى والروس حتى إلى لا إلى الامساك بالوضع اللبناني وعدم تركه للانهيار البعض بقول أنه إذا فلت لبنان خريب بروحوا اللجئين على أوروبا بروحوا بيوصلوا على أوروبا بعد الآخر بيقولك بيصير في إرهابيين بيفلتوا إذا قوى الأمنين ضربت في كلام أوروبا وهلأ في كلام عن داعش أنه رجع الداعش على لبنان في كلام أوروبا أنه كمان إذا إيران سقط إذا لبنان سقط بيد إيران أنه بيصير صوريخ البلستية على مشارف أوروبا في كتير كلام يحكى بهذا الموضوع وفينا أقولك أنه من أي باب يعني منه باب سوريا على باب يعني لبنان باب على سوريا بالمرشا يعني بالنقل بالترانسفور بأي موضوع ما هذا السؤال يعني كنا نقول قبل إذا صار اقتصادي وسياسي يعني طب اقتصادي ما مفتوحة لحدودها لأنه هذا جزء من الاقتصاد ورايح الدعم مدام عم بروحوا من قدامي وقدامي بقدام أولادنا عم نسرقوا لعساب يعني ارتفاع الدولار وهذا نوع من الاقتصاد ما في دولة تطبطه من هك اللي بديك حكومة بقلك مش بس حكومة فين مؤسسات مدونة لحكومة طب إلى أي مدى اليوم الرئيس عوني سيقبل بأن ينتهي عهده بلا حكومة نحن قديش بعد عنا لانتهاء العهد سنة وثلاثة شهر طب سنة إلى أي مدى اليوم سيقبل علي مدعون ينقل عنه زواره بأنه خلص صار بده حكومة يعني في سنة وثلاثة شهر طب بديك شغلة أنه الرئيس عون هو الرئيس جمهورية مش قادر يعني يعتبق يسهل تشكيل الحكومة سؤال أنا بدي أسألك هل يقول أنه لا مشكلة لديه ولكن ما في صيغة مناسبة عم توصل من الرئيس سعد الحرير عم قال لك شو وجهة نظر الرئيس عون أنه اليوم كل الصياغ اللي عم تتقدم من الرئيس الحريري هي ليست صياغ جاهزة حتى ولم يناقش فيها الحريري مع القوى السياسي الأخرى رئيس عون بيقدر يكون هو يعني عراب الحكومة أبعد من موضوع الصلاحيات اليوم مسيحيين ضايعين بالصلاحيات وبمشاريع الجانبية هلأ محكي أكتر بعد شوية اليوم بيقدر يكون هو عراب يعني وهو رئيس ما فوق الجميع يعني قلتلك حقه بدور بالحكومة ما فينا حدده أنا يعني أنا ما فينا حدده عنده دور له حق فيه أنا ما بعرف قديش والله هو بيعرفه أنا عملك والله هو بيعرفه والله سعد الحرير بيعرفه والله أنا بيهبر بيعرفه ما حدا بيعرفه هذا الدور كان يمزل في السورة يتسلى في السورة على حساب أنه يلاعب الخوة السياسية الداخلية من عمل لأنه ما في نص واضح هيدا يعني تنسيق وينصق ويتشارك هذا كلام واسع كتير ليش أنه ما في سقة ما بيقدروا يتفقوا كيف أول العهد خلني كمل كيف أول العهد بظاف قديش شكلت الحكومة بس عملوا تسوي وتفهموا بشهر شكلت الحكومة لأنه كانوا متفاهمين فإذا اليوم الخلاف هو بفجر اليوم حدا بده يقول أنا بدي إلعب الدور الإجابة وأنا بقى ناعته أنا بقى ناعته رئيس الجمهورية قادر هو يقول أنا بدي أركب حكومة وين الخوف الخوف عند العهد إنه إذا صار فيه حكومة إجوا الفرنسيين فاتوا بالكهرباء إجوا مثلا لمبعف الألمان جي مكر أو غيرهم عملوا المارفة فات شوية مليارات من سادر صار في برناة تحتية ويتحرك البلد إنه خيفانين هن يكونوا خارج إطار الإزدهار إنه عمحطة الإزدهار بدأ الإزدهار مستهل البلد تحت الأرض فيه هواجس عندهم هيدا النقطة بده حدا يقضي راعية ما عم يحكو فيها يعني بيطلع رئيس الحريرة بيحكي مع الجمهورية بالحكومة والرئي جمهورية بيحكي بالحكومة بطريقة نيناتهم كل واحد بالنهم نأزامن الثاني كل واحد بيعتوي عنده حق وعنده صلاح يطل يعني بس لنختصر يعني ما في حكومة ما في حكومة لتلك من أول ما في زيارة عباريس المبادلة الفرنسية تترنح لدرجة ما تطمعنا هيدا هي قائمة طيب ومو المشهد اللبناني وين رأيه دمار مؤسسات عم تتدمر جوع عم تزيد مصاري احنا مقبلين على فوضى يعني على فوضى أخذلك 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 ما تخذلك الأمن والقضاء أكت من هيك الأمن شو الأمن أنه الأمن اليوم مفتوح على الأمنيين ما في عميش كوزير داخلية في شبكات ممكن تهب الأمن الاجتماعي شبكات إرهبية طبعا والشبكات لأنه نحكي عن إرهاب عاد ودخل إلى لبنان طبعا والقضاء القضاء فيه مشاكل القضاء القضاء اليوم عم يقل خبيت يعني طبعا حكو بالدرج إذا بتلاحظ اليوم فيه منحة عند القضاء في عدد القضاء عم يقول خين احنا بدنا نعمل عملية مقاطعة يعني لبعض الأمور بدنا نعمل الاعتصام اللي عم يصير معنا غلق كلما أخذنا حكم أو كلما أخذنا قرار بيعملوا لمحكمة ميدانية يعني هذه الشغلة ما عادت مقبولة أنه اليوم أنه مخضعين القضاء لحسابات خاصة مثل ما صار بموضوع الأرض يغدعون فيه ناس عم بقولوا أخي مش مظبوط إن كان هي أو غيرها بيطلعوا اليوم فيه كلام منبلش نعمل محاكمات منقول أنه فلان غلط منجل يخي تبتطلع شوف الزلم نزيه الزلم فاسد الحكم قابل فيه هيئات تب وين رئيس منذ القضاء الأعلى البدد يوم فكك القضاء اليوم يعاني ما بقى فيه الواحد يطلع هاك يسب قاضية مثلا إذا عنده إشكالية معه على الحكم يخي ما لك حق يعني فيه شي بالبدد معه بمصان وهك سرب بقضاة حق أو بموضوع المرفأ يعني اليوم واحد يسب هذا وواحد يسب هذا فيه معايير يجب احترامه اليوم ما عمقول يطلع البطرك يقول لي يا خي لأنه هي مارونية خط أحمر لا أنا عمقول أنه بالبلد صار فيه كلام عند العالم أنه عند المحامين أنه فيه استياء بالله عم بيصير عم تنضرب كل المؤسسات ما بيجوز عم بيصير مع القضاء يعني تطلع بيسبه الواحد قاضية هيك لأنه إحنا بدنا نسبها لا مش لأنه هيك بس لأنه أيضا القضاء غير عاصي يعني هو من هو عاصي عن النقض فيه مراجع فيه عنده يعني تبهي أنا يمكن يوما ما أنا سيمون أبو فرد يمكن قول يا خي الرئيس الفلينة أو القاضية غادعون عنده مخالفة أو فيه عنده خطأ قول أنا رخي أطلب من القضاء الأعلى فيه أسلوب فيه طريقة كل إنسان رح يكون عنده رأيه بس أنا عم بحكي بموضوع اللي عم بصير بأي محل بالقضاء هي أو غيرها يعني أسخاص مثلك أو مثل بيعتبروا لا ما لازم يكون مثل ما صار بي غير أضاط يعني اليوم لازم يكون فيه بالبلد نوع من احترام قوى الأمن الجيش كلها سوا عم تقل خبيط بيطلع واحد بيحكي عن قائد الجيش بيحكي واحد عن مدير عن قوى الأمن الداخلي هذا عم بيحكي ما بقى فيه هايبة كانوا أيام الحرب أنا بتذكر أيام الحرب الأعزيف تنزل بس ما هذا بس تقلي كلمة هاي أيام الحرب اليوم ما بتدمى للقضاء بس هيدا سيفزو حدان يعني من ما يلي بتقول أنه يمكن فيه وجهة نظر اللي عم تقوله من ما يلي تاني أنه بتقول أنه القضاء يجب أن يكون دائما تحت المجهر لحتى يكون دائما أنه ما فيه فساد ما فيه أحكام يعني ظالمة بس أنت عم تحكي عن شخص أنت عم تحكي عن شخص أنا مش هلوكي عن شخص أنا عم بحكي أنا مثلا حكيت شخص أنا ما أقول عنه فاسد أنا عم بحكي عن شخص أنا عم بحكي عن شخص أنا عم بحكي عن شخص أنه أنا عندي اعتراض على الحكم تبعه حي الحكم تبعه فيه مراجع فيه مراجعات يعني فيه سبب المراجعة فيه واحد يراجع فيها طيب خلينا انتقل لموضوع شوي كركي أبن المصليح أنت مغم أبب كركي أنت وطونة عيسى أساس تونة عيسى مغمئين بالمنطقة المسيحية منيحة هلأ بنحكي بالمنطقة المسيحية بس الرئيس الحديدي تلقى دعوة من الفاتيكون لزيارة الفاتيكون خلينا أقولك الفاتيكون كيف يتطلع على المنطقة هكذا بلج نريد الفاتيكون عنده ضعف لأي حدا من الشرق الأوسط غير مسيحيين غير الاهتمام بالمسيحيين عنده ضعف يعني من هك من هك بدي خبر خبرية من هك مثلا هو بارك مثلا قديسة البابا ايجا عن مغرب نعم ايجا مبارح راح على العراق العراق وقبل يقعد مع السيد السيستاني مش قبل عفوا يعني وقصد قصد يقعد مع العراقية السيستاني لهم انه كان نحاط الضوابط انه ما بدي اتصور ما بدي اعمل بيين قبل لي انه بمعنى انه انا بدي اقعد انا وياك نحنا شاركي لأنه حريص على صيغة مع شيخ الأزهر بالإمارات اعملوا الوقت الاخوة بارك زيارة البترك السفيري اللي حضر لألاف السعاد دكتور السعاد ومن كمان على السعودية على اساس انه البترك الماروني يكون يعني سلة وصل البترك الراعي الى السعودية وعلى قاعدة وقت انه البترك الراعي يكون سلة الوصل مع الغرب انه نحن الاسنام اليوم على صورة ما هو اليوم واجهوا المسيحيين هنا احزاب عطلوه للبترك الراعي بدي خبرك خبيه أبما اصل لبترك اللي واع عباس الراهن باللي اخذ احد المطاني قال لي بين احدى جولاته الى علاقة بتحرير او انقاذ رجل دين يعني مسيحي كان بسوريا ديسة البابا بيدعي على الديس الديسة الخاصة هو وعالته هاي ديسة لرؤسة بس يكونوا عنده او رؤسة حكومات مش لانه عمل الادوار بس ايجابية يمكن هاي وحدة لانه من غير طائفة من الطائفة الكريمة الشيعية الكريمة قام دعي لواء عباس ابراهيم على الديسة الخاصة اللي بيعمله وهذا بيعمله بكارم فيه رؤسة الدول لانه من غير طائفة رئيس الحريرة بمفهوم الكنيسة تأذيكيها مفهوم الكنيسة اللي هي الفاتيكانية بيعتبره يمثل الشريحة اللي عم بتقول نحن حارسين حارسين على الطائف ونحن نؤمن بالمناصف وبالتعايش هزا الواقع هو بالفاتيكان يلقى كتير قبول عدا عن انه ما يمثل سننا بموضوع تان عم نحكي هون بالسياسي الفكرة الفاتيكانية اللي علاقة انه شو يمثل الشخص بالنسبة لي بموضوع التعايش بقى سعد الحريري قبل منه ويلدهم عم نحكي وقاعة ما عم نحكي اليوم إلا تاريخ كان عندهم هزي النوع من العلاقة مع الفاتيكان هزي العلاقة اليوم جاي تحت باب انه سعد الحريري هو كزعيم طايفي سنية هو يعني يستقبل بالفاتيكان ويتم انه اشمعه بموضوع التعايش وكيمكن كمان بالسياسي ما بعرشو بنحكي بالفاتيكان حسب الدرجات مع عديسة البابا ما بيحكوا سياسي بيشوف إذا مع وزير الخارجية مع رئيس الدوائر بنحكي كلام يمكن يكون يمكن نقلينه كمان التيار يكون بعد كلام يعني يكون نقطة يعني بس مش تقريب مش تقريب يعني وجهات نظر يعني اعطاء صورة انه في هذا النوع من التعايش وسحب التشنش هذه سياسة فاتيكانية قائمة على هذا المنوك من هيك حتى اي شخص ممكن يروح بيستقبلوه بس الأسوأ من هيك اليوم هلأ عمفكر فيه انا عم بيحكي معي مع تقدير مع تقدير ابن انت يعني كمغمئة مسيحي نحظة مع تقدير يعني الرئيس الحريري واللواء عباس إبراهيم مستغرب مدام انه الزعمة المسيحيين اللي هن بيدعوا الزعامة ما في نظهر بارلات لبنان واحد مرفوض من مجتمع الدول التاني مرفوض من إقلالات غربية التالت ما بيظهر من الشارع عنده أزم مع الشارع مين أقوى الرابع ما بيظهر من منطقته أربع قادة مسيحيين معزولين قاعدين هون بيشوارعهم تبهت كيف فيما الآخرين بيبرموا العالم كله سوا هيدا الأزمة المسيحية لانت حضرتك لأنك تكبي دايما وأنا بيقلك ومش عمجاملك تكبي دايما وتتابعي وأنا ماني ماني شغل تخبر بس بقرأ وبسمع وناس بقولوا بستشتوا فيك يجب الإضاءة على هذا الفراغ وهذه المعضلة المسيحية اليوم فراغ مسيحي في هذا الزمن مطلوب المسيحي يكون فيه هو رائد في هذه الأدوار مش دولة بس يكون قائم على العدد يعني قصدك أنه اليوم دور المسيحيين تبدل من بعد ما كانوا المسيحيين هن أقرب إلى الغرب وأقرب إلى العالم أصبحوا اليوم المسيحيين غير قادرين على الخروج خارج الجغرافيا اللبنانية انتخابات مبكرة مين أو من الثورة منطقتنا ما حدا بفوت عليها نحن بنجيب حقوق المسيحيين شعارات ما بتجيب شي والموصفين المسيحيين عم يحلو خبيط بالدولة أنا بيقولك هل كبار يعني بالجيش وبنبلش ما بدي ما بدي أحكي عم يحكي بالمرأة بالمشكل العام بالقضاء خبيط 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 منهم منهم اليوم عم بترجم شي مسيحي أصدق أنه المسيحيين لازم يحموا الموظفين المسيحيين نعم مش عم بيحكي يحكي المخصصين أنا عم بيحكوا بس وينني من الدولة وينني من حماية زيتهم يعني من الهيب بالدولة من التقل بالدولة ما في شي اليوم بأسوأ حالة هن بالدولة هيك عم بيحكي طب هذا إلى ماذا يؤشر طب تعنا يعني نحكي إذا بدأك مباشرة إلى صلب الموضوع بترجم الراعب أكتر من مرة وكأنه يحاول أن يعبي فراغ في فراغ على الساحة المسيحية حاليا وكأنه أجي تبكيرك حتى تجي تعبي هذا الفراغ وبدأ يعني البطيك الراعب كل عظاته بشكل تدريجي بلش من مذكرة الحياد وصار يطلع بمواقفه ووصولا إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان حفاظا على الصيغة هل برأيك ستستطيع بكيركي اليوم عام 2021 من بعد كل التجارب السابقة لأنه استشهد البطيك الراعب البطيك العريضة والحويك وبدأ كيهن كانوا دائما حريصين على مسألة الصيغة اللبنانية اليوم هل ستنجح بكيركي بالمحافظة على الصيغة بكيركي هي من جانبها متمسكة بالصيغة ومن يومين ثلاثة حكي البطيك راعي قال أنه نحن خايفين على تغيير النظام وهون وهون عم بحكي هو ما يربطه برئيس الحريري أنه حفاظ على اتفاق الطائف وروحيته بوقت خايف أنه من قوة مسيحية تؤثر نتيجة أخطاء وممارسيتها إلى الإطاحة بالنظام لحظة لحظة هاي 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 نعم تقول أنه اليوم الرئيس الحكومة السنة أقرب إلى بكيركي المرجعية المارونية من رئيس الجمهورية الماروني يلي هو إذا بدك أقرب إلى المرجعية الشيعية الضمانة سعد الحريري يمثل هو ضمانة اتفاق الطائف الذي يجب أن يكون من خلال المؤسسات الضمانته يجب أن يحمي المناصفة يحمي الشراكة يحمي المسيقية بوقت فيه قلق من رئيس الجمهورية ومن جبران باسيل أنه الأداء اللي عم بأدي دائما فراغاتي يأدي إلى مؤتمر تأسيس الجديد ومتالة تطيح بالمناصفة في هذا القلق أنا عم بقوله عم بكشفه والأكثر من هك ماذا عم بحكيت هذا قلق عند بكيركي هذا قلق أنا ما عم بحكي بإسمه أنا سامع هالكلام ولك سامع من مين لا أم عم بقولك سامع هالكلام ببكيركي يعني هالقلق النقطة التانية أنه هني الآنين لأنه رئيس جمهورية جبران باسيل أقرب إلى حزب الله وبالتالي عن قصد أو عن غير قصد روما ما قد يؤدي ذلك إلى تغيير بالنظام بعدين في المقابل يشعرون بأنه الرئيس سعد الحريري أقرب إلى بكيركي لأنه متماسك بالطائف وبالصيغة أكتر مش أقرب هوني كنا عم نامق سؤالي مفخخ كثير فيه خمس أسئلة هو عم بقوله حتى وليد جمبلات 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 حألك ياها حتى أنه عفا النائب جمبلات حتى رئيس نبي بره بمفهوم الطائف والشراكة يمثل الضمانة بالنسبة ل الكنيسة المسيحية بماءة أنه في قلق من الرئيس مشلعون وجبران باسيل أنه السياسة اللي بيعملوها وعب ويب بكرة مرحلة جديدة وانتخابات نفوت بفراغ يخذن حزب الله البلد على مؤتمر تأسيسي جديد ونروحون على على مثالة عام بحكي وقاع بشأن هكذا بترك من يومين تحكي أنه نشهد تغيير نظام عم بأنزلن أنه يا جماعة راحين على نظام جديد وأنا بدي أحكي بواقع أنا زلمي بدي أحكيكيها مثل ما هي في قلق أنه اليوم أول شي ما دام اللي عم بهاجلوا اليوم أكتريتهم مسيحية هاديك اليوم كنت قاعد أنا صديق لقالي بأهوة عم نحكي بشغلين طلعنا على الطاولات وعامدها يومين 14 طاولة كانوا كنت أنا وإيه وشخص تاني قاعد عتاني طاولة العياتة للماتر سألتوا عم نحكي إش يا مش ري مش ريس أبو منحم قال لي من عبوكلا لليوم وعامدها يومين ما فيه شباب بقى ما فيه بالحقيقة مش إنه الناس عم بتقحانك صبايا بمعنى ما بقى فيه شباب الناس عم بفلوا هاو كلهم رح يلحقون حدا بكرة عم بفلوا من كل التواقف فيه تهجير خاصة عند المسيحيين أكتر لأنه أولا الشباب اللي أخدوا أموال المسيحيين بالحرب مسس مرون لصالحون تقالي شهده ايجي عليها اللي عم تحكي عن البطرك البطرك الراعي رحيمة بطرك صفايا وقت اللي حكي كان رئيس عون بالمنفى كان رئيس جمهي بالمنفى حتى 2010 كان دكتور جهج عبا المعتقل اليوم رئيس عون الرئيس القوي هو بعبدة الدكتور جهجر عنده 14 نائب قاعد بمعرب فرنجيه اليوم عنده حضوره قاعد بشاريوود كان تقب اليوم أوكي ظهروا من نياب كان عنده ثلاث نواب اليوم تحكي تبطرك الراعي بهذا الظرف معناتها أنه هود الأشخاص معبوا الفرغ مشكلوا ضمانة وبيّنت أنه بمواقفهم ما حدا لقى واحد بيحكي بعضوا بالحقوق وبالحكومة آخر بيحكي بانتخابات مبكرة طبعا سامير جعجر رئيس حزب القوات اللبنانية هو أكتر واحد لا أبكرك إذا بدك بسبت السبت هو بدور بفلكة بس اليوم مبكرتي عنده دور أوسعين بده تكون أصلا القوات أنا لتاريخها خاصة عشية معارك زحلة لنقرأ عنا كتير أنت ما بتبعينه عن معارك مشرف وشباب واستشهادات وبطولات يعني القوات تاريخة مش تحكي بس كهرباء وماء وانتخاب تبكرة فيه موضوع سيادة فيه موضوع سيلاح حزب الله فيه اليوم عدم الخروج من اللعبة السياسية ما بيقدروا يتفرجوا القوات هذا حقه بس القوات أنا عم بيليك شوفيه بالوجدان المسيحي أنه ما فيه يقول سامير جعجر أنا حجم 14 نائب وأنا أبدو قد أنا والنواب طبعي واهتم فيه لا فيه دور سامير جعجر واتفتع المعتقل بس هو اللحظة يرى سامير جعجر أنه يحضر للمرحلة المقبلة يحضر للانتخابات هو يقول هو يقول أنه هلأ إذا دخل على هذه الحكومة اللي جاية أنه سيحصد عفوا يعني بس سيحصد أنه سيحصد أنه سيحصد خيبة مش بسر خيبة سيحصد الانهيار بلاذا بيخبر الانتخابات ميالية أنه أنا ما كنت معون شريك كامل في الحكومات السابقة ليش بدأ يجي هلأ شريك في هذه الحكومة اللي راح تحصد الانهيار هو شريك بانتخاب العهد هو عمل التسوي العهد كان يتهم العهد بالفساد وبالعمالة هو يتشارك هوية وأدى إلى انتخاب ميشيل عون ما فيقول من الشريك مون هو من 2005 يقرب حكومات ما فيك تقول أنت خارج النظام هن جماعة والوزراء انضافوا مش فاسدين هذا موضوع تاني طبيعي هذا طبيعي ما فيك تقول اليوم أنه هذا الضابط أباضايا مفترض يكون أباضايا ما يكون جبان ما فيك تقول هذا قاضي الشريف مفترض قاضي يكون شريف تباتي كيف يعني هذه معايير قائمة بشان هيك عن مقولك بطلوب أكتر ليش؟ لأنه هذا دور تاريخي على القوات اللبنية هاي المؤسسة هذا عمقوله أنا بعدين إذا أخذوا كم نائب أكتر؟ عشر؟ خمسة وعشرين نائب شو بغيروا؟ كان معنوا كلهم الأكترية شو عملوا؟ شو عملوا وقت كان معنوا الأكترية كنوا سوا؟ لا قادروا أن تخبروا دكتور جاجا ولا قادروا أن جابوا حكومات فأسنة هاي إلا علاقة بواقع ضاغط على البلد هو السلاح السلاح اللي هو يعني بس السلاح أصبح أكبر من موضوع البلد يعني اليوم لا يمكن يا سيسيمو أن تطلب لا من القوات اللبنية ولا من الطيار وطن الحر ولا من سعد الحريري ولا من حدا معالجة سلاح حزب الله سلاح حزب الله أصبح إقليمي أصبح قوة إقليمية يعني هو يعني معالجة هذا السلاح إن كان في نية لمعالجته هو خاضع لتسويات دولية ولا يستسويات محلية في ثلاثة مش مشي محلي يعني أنا ما فيه نقل له لأحالج روحي استشهد بس أنا بتقولي شغله إنه رفيق الحريري على يرحمه مش عارف إنه وقتا الوجود السوري packet إقليمي ودولي وإقليم ودولي يعني كان في غطأ دفع أطمع مصبوط أولاء بشير جميل مكان عاق يعني هيدا مسؤول عن طيار سياسي بشير جميل والشباب اللي استشهدوا وقتلوا هاودي مش عارفين انه خيار القوات بهذا الملحى وبلد كتائب كذلك وجملات انا لحظة لحظة هاودي ما قطلوا رغم انه فيه ادوار كبيرة كانت يعني وقت السورية كان عم بفوت على لبنان تباتي كيف انه كان فيه ثمن عم يندفع انا عم قول انه انا ما فيني اقول له لحضر وحمو انا عم قليك فيه تقصير بالدور انا ما خلني كمل ما عمله نسلحه خلني كمل انا عم قول فيه سقف عالي يعني الى حد ما بريح البلد بريح البلد اليوم في حالة انهزام قدام حزب الله تبدأ من قائمة الجمهورية ونازل تم يكونوا واحدون الجمهورية مؤتمنة هو عم بعين مننا اليوم مما مشوف الا الجيش بيكل خبيط من حزب الله القضاء كمان كيف يعني جيش بيكل خبيط من حزب الله عم شوف مقالية قائد الجيش من اي ججهة من اي فريق كيف حسمت انه سيد حسن كمان سيد حسن نصر الله وكلامه عن قائد الجيش انه هادي مشكلة يقولوا انه الجيش مش قادر وفاشل ان احنا منغطي محله كل هيدا ادوار على حساب يرفض حزب الله اتهامه هو بيرفض انا عن بعض رأي احنا فينا يقول له طبعا فيك تعترأيك بس اقصد انه اليوم عندما يسأل مثلا حدا من حزب الله اذا كان هذا هو الهدف انه يرفض وحتى يقول بانه هو لا يريد بعدين لما من حكب النظام وبانه حزب الله يريد قيادة الجيش يعني ينفي هذا الموضوع وحتى ينفي حزب الله اشاركة في النظام نعم ولكن ليس عن طريق المثالثة حزب الله حزب استراتيجي عم بقاتل بكل العالم يعني شوفي وين عم يطلع عنده مشاكل ودعاوة ووجود يعني هاو دي بالنسبة له اللي عم بقاتلهم هون بصغار بالنسبة له اللي لعبته بيتركهم ينعصروا على رواق بيخدهم بالانفرق مشان هاك ما بيعمل معركة معهم ما بيقول بده هو يعني يواجههم هيدقوتوا لحزب الله حزب الله بتكون عم بقاتل بالمنطقة بيكون ما اعتبر انه هاو دي واصلين يواصل عليهم مشان هاك أنا عم اقول انه اللي عم بيسير اليوم هو عملية عملية يعني تراجع عندهم الحزب انا كمرائب ما عم اقول انه ينحمل السلاح بوجه الحزب وممنوع اليوم السلاح يكون مع الدولة الابنينية بس بس أنا عم اقول فيه مواقف فيه خيارات فيه يعني فيه امور تسجل للأليدتين عرف انه فيه موقف مضارف بالوقت اللي عم تقول حضرتك انه فيه تخاذل مثل كأنه فيه تخاذل من المسيحيين منهم من يتهم القوات الابنينية بانها تتسلح وانه هي عم تحضر حالة للأمن الزاتي وعم تحضر حالة للاشتباك وما الى هنالك انا بمعلوماتي لا ما فيه شي ابدا ابدا يعني دكتور جعجع مش بواردي يعني يروح بصوب هذا المنحة وحسب معلوماتي انه هو قيد الجيش على تنسيق تام يعني اي اذا عصار فيها غلطة درية بيصير فيه تواصل ثم يصير فيه اي خطأ يعني هو مستدرك انه كمان انه يصير فيه شي خطأ يحسبوه عليه لأي مؤامرة هيدا شغلة واضحة يعني مننا مطروحة طيب قبل ما يخلص وقتنا اليوم كرك ما هو مشروع دايما بتتحدث عن مؤتمر دولي خاص بربنان تحت عائط الأمم المتحدة ولكن حتى الساعة لا يزال هذا الكلام حبر على ورق حتى يعني في كتير سؤال اليوم كانت سفيرة أمريكية في بكركي ما هي أجواء عندك أجواء شي ما عندك أجواء بس اليوم كيف ستنجح بكركي كيف سينجح البطريق الراعي يعني بهذه العنوين التي يطلقها مرة بعد مرة إذا لاحظنا انه وقت اللي طرح البطريق ما واقفه شفنا انه صار في عدة قوى سياسية زارته يعني حسب كيف معاييرها اللي بدأ توزن بين الجميع إذا منبلش بالفريق السنة يعني منشوف الرئيس الحريرة زارب كركي وكان عنده موقف يعني يعني يلاق البطريق الراعي ومن ثم شفنا شخصيات سنية شفنا شخصيات أنه مسيحية قوى تطلع وفود من قبله شفنا حركة مقاومة المبادرة الفرس عاد شفنا حركة عفوا سيدي الجبل مبادرة ما بعرف سيدي الجبل سيدي الجبل ومجموعة من شفنا أساس الغازي العريضة يعني فيه أشخاص فيه فعاليات طلعي اليوم أنه فيه الكفاف ما بدون يعمنوا محورين فيه فريق ما بدون يعمن محور اليوم بقدر ما هذه الفكرة تحتضى يعني مش بالضرورة بكرة إذا صار فيه هلأ نحن يمكن نروع على شي جاني ما بقلك عنه إذا صار فيه هدوء بالبلد ورجعت الحكومة يمكن البطرق يمكن يروق شوية يعني تبقى أنه عم ترجع يعني الدولة تسترجع حالها بس اليوم البطرق مضطر يحكي هاك وينادي إلى هذا الواقع لأنه شايف أنه قددك البلد عم يتفكر هو بده مؤتمر دولة لحماية الطائف يعني تثبيت الطائف كيف؟ اليوم شو هي الآلية لتطبيق أو تنفيذ ما يقوله البطريرك منهم من يقول أنه كيف يمكن أن نقوم بمؤتمر دولي خاص بأي بلد فيه احتمالات حرب مثلا مؤتمر الطائف صار من بعد حرب اتفاق القوى السياسية اللبنانية على هذا الأمر وهذا الأمر ليس متوفرا أو مبادرة من دولة عضو في الأمم المتحدة عضو دائم في الأمم المتحدة هل البطريرك الرعي يعمل على هذا الاحتمال؟ يعني اليوم هل سيطلب مثلا من فرنسا أن تقوم بمبادرة في حال وصلت الأزمة اللبنانية إلى أفق مسدود جدا مثل ما هلأ هي رايحة وفي حال وصل البلد إلى الانهيار في الأمن والقضاء والليرة والمعيشة والسياسة وما إلى هناك أن تدعو فرنسا الأمم المتحدة إلى قيام مؤتمر دولي؟ البطريرك عم بحكيكي هون كلام أنه عم بحاول يقول للدول أنه نحن نعاني من خوف على النظام أنتوا تفضلوا وعملوا اتفاق يثبت هذا النظام مثل مثلا ممكن تعملي نظام لاتفاق دولي أو مؤتمر دولي تثبت فيه يمكن صيغة بدولة معينة هو يسعى لتثبيت اتفاق الطائف وتثبيت هذا النظام منعا للمس فيه أي تحرك مع دول يعني بلغ لبريطانيين فرنسيين معهم خبر الأمريكان معهم خبر طبعا الدول الخليجية السعودية الإمارات معا خبر يعني فيه هذا المنحة هو يسعى هو يسعى هو يطرح صوت يعني وفيه نقوله كمان أنه يطرح صوت بشكل عام عنده إجراءات محدودة يعني مع رجال دين مع شبكة معينة هل الفاتيقان على علم بالمسار الذي تأخذه بكركيا لأنه فيه اتنين سيناريو أول سيناريو بقول أنه الفاتيقان بالعرب اللي مش هابرح بقوله أنه أبت باط يعني أنه عم بتشوف شو عم يعمل الراعي ومتابعته ولكنها لا تعلن أنها مؤيدة وفيه سيناريو تاني بقول أنه لا اليوم الفاتيقان هي عاتبة على البطريك الراعي لأنه طرح مسألة الحياد وهي لا تريد لهذه المبادرة كانت أن تطرح بهذا الشكل الفاتيقان ارتاح للبطريك الراعي والعلاقة كتير جيدة وكتير حازل خاصة بعض بالعشر سنوات الماضية يعني صار في عنده خطوطين طلب من البطريك الصفير أنه يستقيل وكذلك من بطريك الطايفة الكاتوليك السابق كمان رئيس الطايفة لحام لحام يمكن ما بقى بده يفوت كتير على الكنائس الشرقية ويملع لها إجراء هذا يعني رأيه مسلم بدور البطريك الراعي مرتاح لموقفه ومنه شايفة لا عدائية ولا أنه إنقلبية ولا هي غير تعيوشية شايفة تصب في يعني تصب في خدمة البلد ككل وأنا سمعت ناس الأولى ناس عفوا شايفوا السفير بابوي ما كان عادة ديما نكون فيه كام نكون فيه تماريز عادة بتصير بينه وبين بكركبي أبدا فيه كل التأييد لهذا الكلام كل التأييد وكيف رح يترجم هذا الموضوع يعني كيف سيترجم تأييد الفاتيكان اللي بكركبي عنوين اللي عم تطرحها السيليسية ما بتترجم أنه ما ما عنده شي أنا كنا نقول أنا كنا نقول أنه في دبلوماسية صامتة للفاتيكان وأنه هي تعمل من خلاله عادة عادة الفاتيكان يعني بلعب دور إذا كان عنده اعتراض ما عنده اعتراض يعني السفير البابوي يمثل سيستر باتيكان بس هل يساعد نعم هل يساعد هل يساعد ما عنده دور أنا اللي بعرف أنه يطلعوا ناس لعند السفير البابوي يستشهد بكلام بطراك الراعي ما عم نحكي علاقة حزب الله ببكركة يعني اليوم من بعد ذلك اليوم السبت ومن بعد خطاب البطراك اللي تترق فيه إلى حزب الله وإلى السلاح من بعد ما سمعنا الشعارات صار فيه اجتماع على المجنة المشتركة يعني كيف هي العلاقة بين اتنين أنا لك لي ما تقول أنا مني شايف تعمل فيه أكثر من هيك البطراك هيستمر بهذا الموقف هذا الموقف هو ماعتبره خيار يعني ما فيه تراجع عنه البطراك ماعتبره هذا خيار ما فيه تراجع عنه حزب الله عنده حيثبت ما فيه يفتح البيب على هايك نوع من المفاوضات حول سلاح ودوره ما كمان حزب الله عنده هو معوقات تحول لنا يعني أنه يعني ما عم بيفاوض اليوم هو جبران بيسيل على تنقل حكومة أو عم بفاوض مع فريق آخر هونيك فيه تفاوض على دور استراتيجي اللي علاقة بسلاحه وبدوره السياسي بالمنطقة ما فيه يعني فيه تعارض بينه وبين البطراك بدي أشكرك أشكرك لكم المشاهدين أستاذ سماء أبو فاضل على وجودك معنا اليوم بيهون بيروت أشكرك لك هيك قبل ما نختم مع أنه الناس متأملين ما فيه حكومة عم تقول للأسف ما فيه بانتظار مفاوضات شو فيينا يعني جزء منا فيينا مشكلة يعني فيه يعني اليوم فيك أنت تفرد تركيبه بالبلد إذا بدهم بس ما فيه يعني فيه واحد يقول بدي تركب بس كمان مش جاهزين طيب ما فيه حكومة ما فيه مؤشرات حتى اللي حل حلي على مستوى هدي صيغة الأربعة وعشرين ما فيه زيارة للوزير بيسير إلى بريز ما فيه لقاء بين بسير والحريري شو عميان الحريري بالإمارات بالإمارات إمارات اليوم إجا يحطوا بالإعلام دولة مركزية يعني على التواصل مع دول بس أنه راح على الإمارات بوقت أنه كنا عم نحكي بالأربعة وعشرين وضبطت وما ضبطت ما فيه كلام واضح هنا اليوم هذا الكلام اللي حكيوه أنه قد بدكم شي يحكون كان هو أو غيره تنكون يعني واضحين أنه اليوم ما أنا علاقة بالإمارات يعني تبقى أنه يعني فيه يكون بأي دولة ويجي يعني تراجع الرئيس بيري اليوم عن يعني السير بمبادرته من بعد الإتصال الفرنسي الرئيس بيري كان يقول أنه أنا بدي أتحرك إذا فيه ضمان من الرئيس عون أنه أنا أفرض صيغة أنه صحيح أنه الرئيس عون ينقل عنه وزراء وأنه خلاص خلاص يعني تعب أنه خلاص بده يشكل حكومة هو بده يشكل حون بس ما هو ضايع بين خيارين بين أنه أنا ما بدي سعد الحريرة في حين سعد الحريرة أمر واقع دستوريا وشعبيا وسياسيا وبين أنه كيف بدي يتعاطى معه لسعد بطريقة أنه أنا شكلت الحكومة اللي هو ما بيقبله سعد الحريرة هيدا الإشكالية شكرا لألك على أمل مرة تانية تكون الأخبار أحسن من هاي احنا بنحكي الواقع شكرا لألك سماء وفادل على وجودك معنا أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء